تتقلب طبيعة الوجود الأمريكي في سوريا من حيث شكل القواعد ومساحتها ومناطق انتشارها والتحسينات التي طرأت عليها من إضافات دفاعية جوية وبرية وتعزيز المدارج والمخصصة للطائرات الحربية وطائرات الشحن أيضا تتوزع هذه القواعد على 13 نقطة عسكرية ما بين محافظتي الحسكة ودير الزور أحدث الخرائط التي رصدت مواقع انتشار القوات الأمريكية في سوريا تبين الشكل الجديد لهذه القواعد بعد أن باتت بعيدة عن مناطق ريفي حلب والرقة وتركزت بالقرب من حقول النفط والغاز وفقا للخرائط تنتشر القواعد الأمريكية في محافظة الحسكة على الشكل الآتي قاعدة رميلان تعد أولى النقاط الأمريكية في سوريا تقع بالقرب من قرية أبو حجر جنوب شرق مدينة رميلان حولتها واشنطن من مطار زراعي إلى قاعدة عسكرية كبيرة قاعدة الملكية تتمركز شمال قاعدة رميلان وتسمى برميلان 2 وهي مطار زراعي أيضا يقع جنوب مدينة المالكية حولته القوات الأمريكية إلى قاعدة عسكرية بعد توسيع المدارج يستخدم لإقلاع الطائرات المسيرة كما يوجد في القاعدة بعض المروحيات القتالية قاعدة تلبيدر تقع إلى الغرب من مدينة الحسكة مجهزة لهبوط الطائرات المروحية وتعتبر واحدة من القواعد الأكثر حيوية للقوات الأمريكية خلال المرحلة الحالية قاعدة لايفستون أقيمت ضمن منتجع لايفستون على الضفة الشمالية الشرقية لبحيرة سد الباسل وهي مهبط للمروحيات القتالية تحتوي على ثمان مروحيات قتالية مع كادر كامل قاعدة قسرك تقع إلى الشرق من بلدة تلتمر أيضاً على الطريق الدولي إنفور أقيمت ضمن مباني قديمة تستخدم لتقوية البث الإذاعي المحلي وهي قاعدة إسناد قتالي قاعدة هيموس من القواعد الحيوية للقوات الأمريكية تقع غربي مطار القامشلي تحوي معسكراً لتدريب القوات الخاصة التابعة لقسد بإشراف من الجيش الأمريكي المدينة الرياضية تقع في الطرف الجنوبي من حي غويران بمدينة الحسكة وأبرز ما يميز هذه القواعد وجود أنفاق تمكن الآليات الأمريكية من الانتقال من المدينة الرياضية إلى السجن المركزي داخل الحسكة قاعدة الشدادي آخر هذه القواعد في الحسكة تقع ضمن معمل الغاز جنوب شرقي المدينة النفطية مجهزة لهبوط الطائرات المروحية وإقلاع الطائرات المسيرة بجميع أنواعها أما في دير الزور فتنتشر القواعد الأمريكية بالقرب من حقول النفط والغاز بمحاذاة نحر الفرات ومن أبرز هذه القواعد حقل العمر النفطي من أهم القواعد الأمريكية يقع داخل المدينة العمالية التابعة للحقل ويعتبر من أكبر القواعد هناك وقد تم تزويده بمهبط للطائرات المسيرة والمروحيات ويحتوي على أكثر من عشر مروحيات قتالية حقل كونيكو وقاعدة الرويشد والأخيرة قاعدة إمداد برية في منطقة مثلث البادية تربط بين محافظات دير الزور والحسكة والرقة تقع داخل المشفى الوطني في قرية الرويشد مزودة بعربات مصفحة من طراز برادلي